اهلا بكم ارتفع حجم التداول في سوق العقار الاردني خلال شهر الاول من عام 2016 بنسبة 10% مقارنة بذات الشهر من عام 2015 بحسب دائرة الاراضي والمساحة وبلغ حجم التداول العقاري 497 مليون دينار 73% منها نفذت بالعاصمة مقارنة مع 453 مليون دينار في ذات الشهر من عام 2015 واظهر التقرير ارتفاع الاقبال على الاستفادة من قرار اعفاء الشقق حيث بلغ حجم الاعفاءات الشهر الماضي 6 مليون و 125 ألف دينار بارتفاع نسبته 14% لذات الفترة من عام 2015 وارتفع نشاط سوق بيع العقار بنسبة 46% خلال أول شهر من العام الحالي وكان الاقبال على الاراضي بارتفاعها بنسبة 70% حيث تم انجاز 6252 معاملة بيع في حين ارتفعت بيعات الشقق بنسبة 7% بانجاز 2451 معاملة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي أما حجم الاستثمار العقاري ففي الشهر الأول في هذا العام انخفضت القيمة التقديرية لبيعات الأجانب بنسبة 16% مقارنة بذات الشهر من عام 2015 حيث بلغت نحو 24 مليون دينار منها 18 مليون دينار للشقق و 6 مليون دينار للأراضي وجاءت جنسية العراقية بالمرتبة الأولى بحجم 8 مليون و 800 ألف دينار وسعودية ثانيا بحجم 4 مليون و 300 ألف دينار وسوريا ثالثا بحجم مليونين و 300 ألف دينار مع مرور عام ونيف على بدء توفير خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير المواطنين لنحو 100 خدمة تقدمها المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بلغ حجم مدفوعات الأردنيين عبر نظام فواتيركم نحو 42 مليون دينار رأى المواطنون في هذا إنجازا على مستوى الحكومة الإلكترونية ويطالبون بتفعيل فعلي لكافة الخدمات وتبسيط الإجراءات المزيد من التفاصيل في هذا التقرير بعد أن بدأت الإجراءات العملية لبرنامج الحكومة الإلكترونية بإطلاق 100 خدمة تمس الحياة اليومية للمواطنين لتحسين مستوى خدمات الدفع بطريقة سهلة وسريعة ارتفع حجم إقبال المواطنين على هذه الخدمات حيث دفعوا فواتيرهم إلكترونيا عبر نظام إي فواتيركم بقيمة بلغت ما يقارب 42 مليون دينار خلال عام 2015 بازدياد الضيف عن عام 2014 والله أفضل ياريت يعني الواحد لما يكون عنده معاملة قانونية أحياناً بالطريضية يوم كامل أو يأخذ إجازة يوم أو يومين من العمل هيك كثير بسهله عن الناس والله إجراء تشكر عليه الحكومة وإجراء جيد وبسهل على المواطنين عملية الزار الوثائق من هوية من جواز من رخصة مهم من عدم محكومية والله شيء ممتاز بالنسبة للحكومة الإلكترونية ويشي بسهل على المواطن ومن أكثر الخدمات إقبالاً من قبل المواطنين جاءت الرسوم والضرائب الحكومية بقيمة 16 مليون ديناراً وأربعمائة ألف ثم جاءت فواتير الكهرباء والمياه بقيمة 14 مليون دينار وقطع التعليم ثالثاً بقيمة 6 ملايين دينار وكانت التجارة الإلكترونية أقل الخدمات إقبالاً بقيمة 7 ألاف دينار تقريباً أما بالنسبة لتطور عمليات الدفع الإلكتروني فمنذ إطلاق الخدمات في أيار عام 2014 دفع المواطنون نحو 1821 ديناراً وبعد مرور عام ارتفع إلى مليون وستمائة ألف دينار لتصل في الشهر الأخير من العام 2015 إلى ما يزيد عن 11 مليون دينار الحكومة قامت بوضع خطة للتحول الإلكتروني المتمثلة بخدمات متكاملة من مرحلة تقديم الطلب حتى مرحلة الدفع إلى مرحلة الاستلام وستصل نهاية عام 2019 إلى ما يزيد عن 300 خدمة إلكترونية مكتملة متصلة طبعاً هي خدمات كل خدمات إن شاء الله الحكومية اللي يستطيع أن تصل المواطن من خلال الخدمات الإلكترونية رح نطورها تفعيل الحكومة الإلكترونية يشير إلى أن العجلة بدأت تدور في هذا القطاع بما سيسهم في تحسين الخدمات للمواطن والتأكيد على أهمية التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الريادية المهمة للاقتصاد الوطني ليلة خالد رؤية ارتفع عدد مركبات المنطقة الحرة بالزرقاء الداخلة للسوق المحلية والمصدرة إلى خارج المملكة الشهر الماضي بنسبة 7% حيث تراجع الإقبال على سيارات الهايبرد مقابل زيادة الطلب على سيارات البنزين حيث أظهرت الإحصاءات أن إجمالي المركبات التي تعاملت معها المنطقة الحرة خلال الشهر الأول من العام العالي بلغ 9769 مركبة مقابل 10480 مركبة في ذات الشهر من العام الماضي وتراجع حجم الإقبال على سيارات الهايبرد في السوق المحلية خلال الشهر الأول من العام الحالي إلى 1918 سيارة وبنسبة 2% تقريبا عن ذات الشهر من العام الماضي إذ بلغ 1954 سيارة ويعود ذلك بحسب رئيس هيئة مستثمري المنطق الحرة نبيل أبرمان لتأجيل التجار التخليص على معاملاتهم الشهر الماضي قبل صدور قرار العمل بتمديد الإعفاء للشطب والاستبدال بنهاية العام الماضي بالمقابل ارتفع حجم السيارات البنزين المخلص عليها في السوق المحلية إلى 4714 مركبة في شهر كانون الثاني مقارنة مع 3538 مركبة وبنسبة 33% وأرجع ذلك أبرمان لزيادة عمليات تخليص التجار على السيارات التي مضى على صنعها خمس سنوات كما أكد أن ذلك لا يعني زيادة شراء هذه السيارات من قبل المواطنين أما عدد المركبات التي تم تصديرها من المنطقة الحرة إلى خارج المملكة أظهرت البيانات تراجعها إلى 3137 مركبة الشهر الماضي مقارنة مع 4988 مركبة في ذات الشهر من عام 2015 بسبب إغلاق الحدود العراقية منذ ما يزيد عن سبعة أشهر قرر مجلس إدارة شركة تطوير العقبة الذراع التنفيذي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إحالة مشاريع المرحلة الثانية من الميناء الجنوبي الجديد والمتعلق بتخزين الحبوب في الصوامع ومشروع الصوامع يتمثل بمضاعفة الطاقة الاستيعابية للصوامع من 100 ألف طن إلى 200 ألف طن وإنشاء رصيفين جديدين بعمق غاطص يصل إلى 15 مترا وتوسيع الرصيفين المشغلين حاليا إلى 300 متر طولي رئيس مجلس إدارة شركة تطوير العقبة الدكتور هاني الملقي قال إن التطورات المتسارعة في زيادة حراكة النقل البحري والحاجة إلى تطوير القدرة التخزينية واللوجستية لتجارة الحبوب دعت إلى البدء بتنفيذ المشاريع هبطت أسعار النفط نحو 3% اليوم بفعل المخاوف بشأن توقعات الطلب وزيادة المعروض من الخامة ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي تلاشت فيه الآمال بحسب خبراء نقلت تصريحاتهم وكلات أنباء بالتوصل إلى اتفاق بين أوبك وروسيا بشأن خفض الإنتاج رغم أن تأكد روسيا وفقا لتصريحات وزير خارجيتها اليوم في أبوظبي أنها منفتحة على مزيد من التعاون في سوق النفط مع الدول من منظمة أوبك وخارجها لمناقشة تحقيق استقرار أسعار النفط وهبط سعر خام برينت تسليم نيسان دولارا ليصل إلى 33 دولارا و23 سنة للبرميل بعد أن هبط دولارا و75 سنة أو ما يعادل نحو 5% عند التسوية في الجلسة السابقة وهبط سعر خام غرب تيكساس الوسيط في العقود الآجلة استحقاق شهر 89 سنة إلى 30 دولارا و73 سنة للبرميل بعض أن هبط دولارين أو ما يعادل 6% في الجلسة السابقة ترجمة نانسي قنقر